دكتور عندما نتحدث عن مثل هذه القضايا والقضية الفلسطينية من الجانب الديني نجد أن هناك من يتهم المتدين أو الذي يتحدث بهذه اللغة بأنكم تتحدثون بمثالية مبالغ فيها لا توجد فيها واقعية ونجد بأن الواقع الذي نعيشه ليس واقعا متعلق بالدين وإنما هو واقع متعلق بالسياسة وبالمصالح فكيف نقرب هذه الهوة الموجودة بين الأفكار والواقع لا شك أن المسلم ينطلق من عقيدته والعقيدة مستمدة من مصادر التشريع وهي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمسلم يصو أفكاره من هذين المصدرين الشرعيين الكريمين هذا هو المسلم حقا وليس الإسلام مجرد انتماء أو ادعاء وإنما الإسلام هو إخضاع الظاهر والباطن والإنقياد المطلق لله سبحانه وتعالى في جميع الشؤون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة بل هذا هو المبدأ الذي أمر الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلنه امتدادا لمبدأ الأنبياء السابقين فهو هو والله تعالى يقول قل أي يا محمد إنني هداني ربي إلى صراطي مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فهذا هو الإسلام فلغر أن ينطلق كل مسلم من هذا المبدأ وأنا أعجب أن يقال هذا متدين وغير متدين كل مسلم ينبغى أن يكون بل يجب عليه أن يكون على هذا النحو ثم أعجب من أمر آخر وهو الفصل بين الدين والحياة ليس هناك قضايا تخرج عن الدين فالسياسة من الدين والاقتصاد من الدين والاجتماع من الدين والفن والأدب من الدين وهكذا جميع شؤون الحياة ولكن هذا التفريق بين هذه الأشياء إنما هو نتاج آثار العلمانية التي بدأت تنتشر في الأمة الإسلامية تأثرا بالغرب الكافر الذي يؤمن بها ويسعى جاهدا لنشرها في أرجاء الأرض وإلا فكل هذه الأشياء داخل في الدين والدين هو الذي يحكم فيها والحاكم في ذلك إنما هو الله سبحانه وتعالى وليس البشر وما على الناس إلا الإنقياد اللهم إلا في تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع أو في الاجتهاد فيما لم ينص عليه حسب ضوابط وقواعد الاجتهاد التي بينها الدليل الشرعي وأوضحها أهل العلم في هذا المقام